أهلاً لنا من إسطنبول مباشرة الدكتور يحيى العريضي المستشار في الهيئة العليا للمفاوضات جنب. أهلاً بك معنا دكتور يحيى. خرق جديد إذن لاتفاق خفض التوتر في الغوطة على أساس أنه هناك ضمانة روسية تركية إيرانية لهذا الاتفاق. لكن الخروقات مستمرة. فما مصير هذا الاتفاق إذن وتخفيف تصعيد. عندما يستمع لتصحيحات التي يطلقها النظام عند توقيع تلك الاتفاقات حول تخفيف تصعيد. يشعر بأن النظام مغرم بهذه التهدئة ويعتبر نفسه أنجز إنجازاً. لكن حقيقة الأمر هي تتناقض تناقض كامل مع تلك المنهجية التي اتبعها النظام منذ البداية. فمنهجه منذ البداية أحكمها أو أدمرها. الحل الأمني الحل العسكري لازال مستمرة بالنسبة له. وأي تهدئة أو أي نقص بمنسوب الدم بمنسوب الدمار بمنسوب التشريد بمنسوب الأتقال بالنسبة له هو نهاية. ومن هنا يقوم بتلك العمليات لاختراق إن كان للاتفاقات التي تمت سابقاً ومنها الغوضة الشرقية أو كان حتى في آخر اتفاقية بالنسبة لإدلب لتنجية إدلب من ذلك المصير المحتم عليها هو يقوم بعملية اختراق في الجنوب وهذه واضحة المعالم بأنه لا يلتزم بذلك المسألة بعهدة الضامن الروسي الذي ضمنه ولن ندري من ضمن ضمن هذه النقطة دكتور في هذه النقطة هذا الاتفاق والآن ماذا يمكن لهذه الضول الضامنة أن تفعل الأمر الطبيعي أن يكون هناك نقاط مراقبة نقاط تحقق من الالتزام بتلك الاتفاقات ربما روسيا تتصور بأن تلك المناطق أصبحت ضمن مناطق تهدي ومناطق تهدئة وتلك الجهة التي تضمنها على سبيل المثال تركيا أصبحت خامدة ولا حول ولا قوة لها ولا تدري إطلاقا روسيا أو إيران بأن تلك المجموعات أو هؤلاء الشباب تلك الثورة تلك الفصائل لم يختاروا أن يكونوا حالة عسكرية وإنما حملوا السلاح للدفاع عنفسهم انشقوا عن حماة الديار من أجل أن يحموا أنفسهم عند حماة الديار ما استهدفت صدور الناس هؤلاء الناس يتصورهم الروس بأنهم لا حيلة ولا قوة لهم لا هم صوت الشعب ببساطة شديدة يستطيعون أن يعيدوا جدوث الثورة ليس فقط على روسيا أن تستوعب ذلك على إيران أن تستوعب ذلك على منظومة الاستبداد أن تستوعبه على العالم أن يستوعب ذلك بأن هذا الشعب يصعب أن تهزم إيرادته ببساطة تلك الخروقات يتدلل النظام ويقوم بها محتميا بإيران وميليشياتها التي حمته كل هذا الوقت وبقوة عظمى روسيا التي استخدمت اليورانيوم استخدمت البطش في قمع الثورة السورية نعم دكتور نحن ذلك تماما طيب عدم سرية الاتفاق دكتور وعدم التزام النظام بهذا الاتفاق وبخطة تخفيف التصعيد يعني استمرار المعاناة الإنسانية فيما يخص المدنيين الذين كنا بانتظار ربما إدخال مساعدات لهم الناس المحاصرين الناس الذين كان لديهم أمل عن طريق هذا الاتفاق يمكن أن تدخل مساعدات لهم مصيرهم الآن وتأثير ذلك أيضا على الحل السياسي كان هناك أمل بأنه إذا ما تم التزام بهذا الاتفاق أن يكون هناك خطوة باتجاه الحل السياسي تماما هم كما يقال من يقطع الظهر هؤلاء المدنيين الذين لا يلتفت إليهم إطلاقا من يدعي السيادة هؤلاء مسؤولية وتصرف من قبل الفصائل وتصرف من قبل المعارضة وتصرف من قبل الثورة هو العناية بهؤلاء بذلك الإنسان وصول لغاثات لهم مقر دوليا في البنود 12-13-14 من القرار 22-54 ولا أحد يلتزم بها وروسيا الضامنة للنظام وميليشياته موقع على هذا الموضوع الآن هو عدم التزام سمعوا من الفصائل في أستانا كلاما قاسيا موسكو موسكو سمعت هذا الكلام بأنكم أنتم تحافظون على عملية إرهاب دولة وأحيانا تمارسون ذلك ونحن ندرك هذا الموضوع نعرف أن العالم بشكل أو آخر يريد أن يتخلى عن السوري لكن لا يستطيع أن يفعل ذلك من جانب آخر أستطيع أن أقول أن تلك المناطق يجب أن يصلها تصلها لغاثة يجب أن يصلها لإنقاذ تلك المنهجية بالنسبة للنظام تحت يعفطة مصالحات الجوع والركوع لن تستقيم هناك جهات معينة تستطيع أن تفعل شيئا تجاه هذا الاستبداد وتجاه جرائم الحرب التي تزورتك ندرك موضوع الحل السياسي كيف يمكن أن يؤثر عليه في عشر ثواني فقط بعشر ثواني ببساطة القرار الأساسي أن وقف إطلاق النار هو عبارة عن عملية تمهيدية من أجل جنيف والحل السياسي يأخذ مجراء بيان جنيف واضح المعالم في عملية انتقال سياسي نظام الاستبداد ومن عليه ديهدم السوريين أمر طبيعي ألا يكون موجودا هذا الشيء الطبيعي والسوريون مؤمنون بذلك ومن مع النظام في ضفته يعرف أنه أن مصيره على يد هذا النظام سيكون أسوأ من الذين تشردوا نصف سوريا في العالم عندما يستعد أو يستعيد النظام ذلك النفس من أجل أن يستبد بهم ثانية هذا أمر يجب ألا يكون ببساطة شكرا لك شكرا جزيلا دكتور يحي العريدي المستشار في الهيئة العلية المفاوضات كنت معنا عبر الأقماز تناعية من إسطنبول ترجمة نانسي قنقر